اشتركوا في القناة هناك ارتباط وثيق بين الصناعة الخضراء واهداف التنمية المستدامة والصناعة الخضراء أو الصناعة التي تتوائم مع تقاطع البيئة هي كل نشاط صناعي يهدف إلى تحسين نوعية الحياة وهذه مطلب كل الأمم ودون أن تتعرض الأجيال القادمة لمخاطر بيئية وأيضا هو تركيز على إعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الصناعية لتكون أكثر انسجاما مع البيئة وصولا للاستدامة وهنا يطيب لي أن نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لأجدادنا الذين كانوا أيضا لهم هذه الابتكارات الصناعية من بيئتهم وإلى بيئتهم وما شهدناه اليوم أيضا من بعض ما عرض في المعرض هو في الحقيقة امتداد لهذه الجهود الطيبة وإنني على يقين بأن هذه الصناعة ستبقى إلهاما هي تتطلب إلى أن تواكب أيضا صناعة الأجيال ومتطلبات الحياة للأجيال المتعاقبة وبالتالي يجب من شباب وشابات عمان أن يجدوا من هذه الصناعات أجدادهم إلهاما ومزيدا من البحث العلم والابتكار حتى يواكب في الواقع هذا التطور الذي نلاحظه للأمم لو رجعنا قليلا إلى هذه الأهداف الأممية نجد أن الصناعة هي تتقاطع مع العديد من هذه الأهداف فهي القضاء على الفقر تحتاج أيضا إلى الابتكار إلى الصناعات التي تواكب في الواقع هذا التحدي الكبير القضاء على أيضا الجوع تتطلب اليوم الصناعات بأن تكون هناك ابتكار في الزراعة الحديثة حتى تستطيع أن تغذي أكثر من ثمانية مليار إنسان وهناك مزيد أيضا وبتالي لا بد أن تكون هذه الصناعة صناعة ابتكارية وخضرات تتلاءم العمل اللائق والاقتصاد نلاحظ الإقتصاد الدائري يعتمد اعتماد كل على الصناعة الخضراء حيث أن هذه المواد يجب أن تعاد تأهيلها ثم تعاد إلى الاقتصاد للسلاك والإنتاج المسؤول الطاقة النظيفة بأسعار معقولة إذن الصناعة الخضاء مربط الفرس في استدامة منه أيضا سنلاحظ أن الصناعة الخضراء هي في الواقع مطلوب لتحقيق الكثير في هذه الوسائل مثلا الاقتصاد الدائري يعتمد مثل ما ذكرت على الصناعة الخضراء أيضا الصناعة الخضراء تساهم في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات لأنه لن تصبح هناك مكبات للنفايات بل تنتقل هذه المخلفات إلى إرث وثمن حيث يعاد استغلالها وبتالي لا نجد مكبات تتراكم في المناطق استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية كما نعلم بأن الطاقة المتجددة هي التي ستلائم وستواكب هذا الكوكب إلى الآخر أيضا الاستخدام الكفو للموارد الطبيعية في الإنتاج والاستهلاك أيضا وقوف تدهور الدورة الطبيعية بما فيها من الغازات بحيث أن هذه الدورات هي دورات مستمرة إلى الآخر مع الكوكب ولا بد أن تظل تواكب سلامة الكوكب ومن فيها الحد من استنزاف موارد الطبيعية المتجددة في الكوكب إذن جميع هذه العناصر لحظة أنها عناصر تعتمد في حلولها على الصناعة خضراء لو رجعنا قليلا ونظرنا إلى الدورة الاقتصاديا نلاحظ هناك موارد طبيعية يتم إنتاجها والصناعة تلعب دور في جودتها ثم ترجع إلى الاستهلاك ثم تنتهي في مكبات النفائل وهذا ما يعرف بالاقتصاد الخطي ولكن الإخصطات الدائرة يعتمد اعتماد كله على الصناعة بحيث أن هذه الصناعة تنتج منتج أكثر جودة وأيضا تعطينا منتج قابل لعادة أيضا في الدائرة الاقتصادية ثم الإنتاج فيما بعد إذن هذا المخطط هو المخطط الذي قد يكون عامل من عوامل الحلول للوصول إلى استخدام مواردنا بحكمة وإرشاد ما هي القطاعات التي تتأثر بالصناعة الخضراء؟ سنلاحظ أن جميع القطاعات هي مطلب للصناعة الخضراء الطاقة والصناعة والتعدين قطاع المواصلات والاتصالات قطاع النفايات قطاع مصائب للأسماك قطاع الزراع والمياه وقطاع السياحة هذه القطاعات بدأت في الحقيقة ابتكارات خضراء أصبحت أكثر اهتماما وهمية فيما بعد هنا مثلا قطاع الطاقة والصناعة والتعدين تمكنت الصناعة الخضراء من تطوير وتحسين هذا القطاع من خلال الحد من الاستنزاف الموارد الطبيعية بدأت تعيد هذه الموارد إلى النظام استخدام الكفو الرشيد للطاقة المتجددة بدأت هناك أيضا أن هذا القطاع يستفيد من الصناعة الخضراء ويقلل من كلفة الطاقة أيضا تطوير طرق التنقيب والفرز والتقلص الآمن للنفايات المعدنية نلاحظ أيضا الصناعة الخضراء تقلل من انبعاثات غازات الدفئة والتحلل بيولوجي أيضا نلاحظ أن الصناعة الخضراء تعمل على جودة المنتج وابتكار وتصميم بصورة مثلة لأن جودة المنتج تعطي مدة أطول لإفراض لهذا المنتج وبالتالي لا تنتهي إلى أما تدوير أو في مكبات النفايات لو شفنا أيضا قطاع المواصلات والاتصالات تمكنت الصناعة الخضراء من التطوير وتحسين وابتكار تقنيات رقمية من خلال تطوير البنية التحتية للمواصلات كما نشاهد اليوم هناك كثير من المواصلات التي تستخدم الطاقة البديلة أو تستخدم طاقة أقل بتطويرها وشبكة التقنيات الاتصالات نلاحظ أيضا تعزيز قدرة الشبكات على التعامل مع الكوارض الطبيعية وتنبؤ بها لأن الكوارض الطبيعية أيضا لها بعد خطير في هدم وتدمير البيئة بصفة عامة وبالتالي التنبؤ وتقليل من الخسارة البشرية وتعطي بعد آخر التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الإمبعاثات الدفئة في هذا القطاع بدأ يستخدم الطاقة البديلة لإسهام في تمكن من استخدام السيارات الكهربائية والهجينة التي مصدر كهربائها من الطاقة المتجدلة أيضا في قطاع النفايات نلاحظ أن صناعة الخضرات توفر معدات وتبتكر الطرق وأدوات وتقنيات تضمن إدارة مستدامة للنفايات وتصبح جزء من التجارة والتشغيل وتوفير أعمال الإسهام في تحول من الطرق التقليدية إلى عادة تدوير والاستخدام والهج من إنتاج النفايات ابتكار أيضا تقنيات الجمع والفرز الآمن لجميع أنواع النفايات استخدام موارد متجددة وابتكار مواد استهلاكية آمنة بيئيا كما شهدنا اليوم في واحدة من المعارض أن تتحول الأواني البلاستيكية إلى أواني من الفخار وهذا جزء من ابتكار أبناءنا في السلطنة إنتاج أدوات ذات عمر افتراضي أكبر بما يقلل من النفايات الناتجة أيضا في هذا القطاع نلاحظ تعزيز ثقافة عادة تدوير وتبني عادات السلاكية آمنة وهذا جزء من الوعي وأيضا تعزيز الابتكار والبحث والتطوير في تكنولوجيا البيئية في قطاع مصائد الأسماك نلاحظ أن السناعة الخضراء تساهم في ضمان استدامة مصائد الأسماك وحماية البيئة البحرية من خلال دمج مصائد الأسماك بالمفاهيم الخضراء بما يحقق الاستدامة عمان غنية بالشواطئ وغنية أيضا بالثروة السماكية وبتالي الجهد في البحث العلمي والابتكار سيكون له أثر طيب في حماية وزيادة أيضا الدخل القومي في هذه الثروة المهمة البحرية تطوير الصناعات المتعلقة بعمليات الصيد والاستنزاف السمكي الصناعة أيضا تدخل خضراء استخدام الطاقة المتجددة كما نعلم حاليا أيضا قطاعات كثيرة في هذا القطاع تستخدم الطاقة المتجددة وأيضا تتوفر في هذه الأماكن الطاقة المتجددة متجددة بعض الدول تنتج من الطيرات البحرية من المد والجزر من المنطقة الجنوبية في عمان كما نعلم لأنها مطلة على المحيط فهي غنية بالتائرات الهوائية توفير فرص للمجتمعات الساحلية التي تعتمد على صيد الأسماك صناعة الخضراء أيضا تطوير الصيد في نواحي التكنولوجية والصناعة المتعلقة بها رجعنا إلى قطاع الزراعة والمياؤها من القطاعات أيضا مهمة في السلطنة كما تعرفوا النعمان غنية بالأفلاج وغنية أيضا بمنتمين إلى قطاع الزراعة وهي تقليد قديم في السلطنة تمكننا صناعة الخضراء من تطوير وتحسين القدرات والثلالات الزراعية الأكثر تكيفا مع الظروف كما نعلم الظروف المناخية تتغير الجبل الأخضر كان في السنوات الماضية كان أكثر برودة من اليوم إذن هي تحتاج أيضا إلى أن نجد ابتكارات تحمل هذه المنتوجات ونوفر أيضا جهد للمزارعين تضمين الزراعة الذكية استنباط محاصيل مقاومة للأمراض وكفاة استثمار موارد الأرض مع زيادة الانشاج وخفض الانبعثات أيضا الزراعة الخضراء تعزز تحويل المخلفات الزراعية إلى مولاد آمنة ومستدامة زمان كنا نرمي جميع المخلفات الزراعية ولكن اليوم نستطيع أن نجمع كل هذه المخلفات تم تخميرها وننتج منها سماد ولا تعزيز تحول المخلفات الزراعية لمواد آمنة ومستدامة تعزيز الزراع العضوية والحد من استخدام المبيدات الكليمائية كما نعلم أيضا هناك جهود تبذل في كثير من دول ومن ضمن السلطة العالمان إيجاد مبيدات آمنة بيئية التي لا تضر البيئة الطبيعية والمياه الجوفية التحول إلى مصاري الطاقة المتجدة لتشغيل الآلات الزراعية كما نعلم الآلات الزراعية مهمة لتطوير هذا القطاع ولا بد أن أيضا تصبح لها بعد الصناعة الخضراء تحسين إدارة وكفل استخدام مياه الري قطاع السياحة طبعا العمان من الدول أيضا فيها أربع مناخات في اليوم الواحد تعتبر في الحقيقة من الدول السياحية بما فيها من البشر وما فيها من إرث بشري بالإضافة إلى الإرث الطبيعي عمان تعرف بأرض الجيولوجيين أنا تخصص الجيولوجيا طبعا كان أستمتع أن أجد هذه الطبقات التي تمثل في الواقع تاريخ من التفاعل والسخور في سلطنة عمان وتعطي الجيولوجيين في الحقيقة كل ما لديهم لن تجد في الكتب ما هو موجود في طبقات عمان وجبالها وأوديتها وشموها إذن هي قاتبة ومؤثرة في جوانب السياحة تمكن طبعا صناعة من تبني ممارسات الاقتصاد الدائر والبناء تحتية صديقة للبيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم التجارب السياحية مستدامة وجذابة وبتالي نلاحظ اليوم جميع الأماكن الصحية تحاول أن تصل إلى الفنادق الخضراء وإلى المنتجعات الخضراء تعتمد مصاري الطاقة المتجدة وإستخدام موارد طبيعية لابد من أن هذه المنتجعات أيضا يفرض عليها بأن تكون آمنة بيئيا سلامة النبان السياحية وضمان أمنها الذاتي وانسجامها مع البيئة جزء من تطوير الصناعة الخضراء تعزيز الوعي بالحفاظ على البيئة والثقافات المحلية إذن لاحظنا من خلال هذه البيانات بأن الصناعة الخضراء هي في الواقع أصبحت في غاية الأهمية لجميع القطاعات ولا بد من أبناء عمان وبناتها أن مزيد من العمل في البحث العلمي والابتكار حتى يسلوا في الواقع إلى عمان آمنة بيئيا وأيضا تواكب تحديات التغيرات المناخية وتساهم مع الآخرين في جعل الكوكب آمن للعجال القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته